تعالي بقى نروح للي مشرفنا ايوا للي رفعين اسمنا في العالي ورفعين رايتنا في العالي عايزين نعرف حضراتكم ان اعلنت رابطة اللعبين المحترفين في اس اي للسكواش التصنيف العالمي الجديد للعبين واللعبات خلال شهر يناير الجاري طبعا الكلام ده حصل امبارح حافظ مصطفى عسى اللعب النادي الاهلي على صدارة تصنيف الرجال للأسبوع الثاني على التوالي وكان تصدر التصنيف لأول مرة في تاريخه يوم الاثنين اللي فات كاصغر لعب مصري يتصدر التصنيف العالمي وكمان تالت اصغر لعب على مستوى العالم يبلغ خمة هذا التصنيف وده طبعا بعد ما توج مؤخرا ببطولة هيوستن للسكواش وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالي مصطفى عسل في المركز الاول علي فرج في المركز الثاني الانجليزي محمد الشرباجي في المركز الثالث النيوزيلاندي بول كول في المركز الرابع البيروفي ديجو إلياز في المركز الخامس مروان الشرباجي في المركز السادس طارق مؤمن في المركز السابع فارس الدسوقي في المركز الثامن مازن هشام في المركز التاسع والفرنسي فيكتور كوران في المركز العشر ده بالنسبة لتصنيف الرجال طيب تصنيف السيدات عايزين برضو نعرفكم ان وصلت نوران جوهر لعبة ودي دجلة تربحها على صدارة التصنيف العالمي وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي نور الشربيني في المركز الثاني هانيا الحمامي في المركز الثالث النيوزيلاندية جوال كينج في المركز الرابع الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس نور الطيب في المركز السادس روان العربي في المركز السابع الإنجليزية سارا جان باري في المركز الثامن البلجيكية نيلي إجليس في المركز التاسع والأمريكية أوليبيا فيتشر في المركز العاشر يعني باختصار شديد كالعادة اللعيبة المصريين رجال وسيدات متربعين ومسيطرين ومهيمين وكل المفردات اللي بتؤكد صدارة مصر على مستوى العالم في هذه الرياضة ونرجع ونقول عايزين نستنسخ هذا النجاح وهذا التخطيط المحترم اللي نتج عنه النجاحات اللي كل يوم التاني بنتكلم مع حضرتكم فيها يكفي ان احنا اسياد العالم في اللعبة دي بالمعنى الحرفي ما فيهاش بقى مبالغة لا دي ما فيهاش مبالغة دي حاجة الوحيدة حاجة الوحيدة السعيد بس اللي انا عايز اقوله برضو حاجة مهمة مع كل اللي احنا بنحققه في الرياضة المصرية من نجاحات في مختلف رياضات على اساسها او اولها يعني السقواش طبعا اتمنى ان اي مشاكل وانا بتكلم في العموم اي مشاكل بتواجه اي اتحاد او اي لاعب تابع لأي اتحاد على مستوى الالعاب الفردية او مستوى الالعاب الجامعية ان هي يعني يتم ايجاد حلول لها اي مشكلة اي صعوبات اتمنى ذلك لان في الاول وفي اخر اللي هيخسر هو احنا مش اللاعب ده الوحده اللي عنده ازمة كلنا هنخسر مصر هي اللي هتخسر هتخسر ميدليات هتخسر بطولات هتخسر ابطال فانا لا اتمنى ذلك الرياضة المصرية في حاجة لكل كوتانشل زي ما بتقال في كل لاعب في كل موهبة موجودة ان هي تروح هتمثلنا في المحافلة الدولية المختلفة وان شاء الله كمان في الاولمبيات وان هي تزيد بقى من يعني رصيد الميدليات بتاعنا احنا كل مرة او كل بطولة بنقول في الاولمبيات دي ان شاء الله اللي بعدها هنجيب احسن اوقات بتصدف اوقات لا بس في الاول وفي الاخر انت عندك نماذج رائع وعندك ابطال رائعين وعندك جماهير بالملايين وعندك يعني كل حاجة اعتقد انت محتاجها وابتدت دلوقتي الثقافة تختلف وابتدى يبقى فيه كمان صرف اكتر وابتدى يبقى فيه اهتبام اكتر فكل ده لو تم يعني مع فكرة هنا ذلذالة اي مشاكل اعتقد ان احنا ممكن نوصل لليفل تاني خالص فتاني كلامي مش منصب في حاجة بس يعني بردو اللي فهمني حايفا ما انا بقول ايه صح ولا ايه اشتركوا في القناة